أصدقائي كيفكم؟ إن شاء الله بخير أصدقائنا في كل شعب الآيلت أنا عملت لكم هاي الأكسل شيت بحيث أنه نصي نتابع بعض يعني هلا أوكي خلصت الدورة بس إحنا بعد ما تخلص الدورة يفترض أنه نصي نحل اختبارات سابقة ريدنج وليسنينج برضو حتى الرايتنج لازم نعمل الاختبارات الموجودات على الكلاس فهذا الأكسل شيت أصدقائي هو تفاعلي يعني بتظهر مثلا تختبرت مثلا اختبار ريدنج أو لسنينج نزل لنا علامتك بحيث الطلاب يحفزوا بعض فهي بتظهر النتاج للكل هذا الأكسل شيت نضغط عليه طبعا هذا الأكسل شيت أنا جهزه لكتاب رقم 18 كتاب كامبريج هذا الكتاب فيه أربع اختبارات كاملة بدنا نبدأ نخلص اختبار اختبار وهيك فبعدت لكم كتاب PDF هايو وهذا اللينك فيه المقطع الصبتي ندخل على الأكسل شيت بس بدي أحكي عنها كيف نستخدمها طيب هلا أصدقائي مطلوب من أن نكتب أسمانا هون الشعبة مثلا شعبة 12 شعبة 3 جمالة باقي الطلاب يحنا عندنا الحمد لله 13 الشعبة هاي البيانات للكتاب الكتاب هي اللي ما نزله لسه ووجود عندكم PDF لو ضغطتم على هذا الرابط برضو بفتح الكتاب هذا اللينك حق الاستماع وأصدقائي الإجابات النموذجية موجودة في نهاية الكتاب صفحة 119 يعني انت اختبرت listening test number one موجود صفحة 10 بدي علامتك تكتبها هون أو هون هون يعني جنب اسمك اوكي والله مثلا جمالة جابت 26 من 40 ممكن هاي العلامة مثلا ترد تختبر بعد فترة ترد تحسن هاي العلامة في اختبار reading اوكي مثلا اختبرت جمالة شعبة 3 جابت مثلا 31 من 40 احنا بدنا العلامة اصدقائي ما تقل عن 30 من 40 في كل الحالات عشان نكسب علامة سبعة فما فوق هلا هون لو حد احد عنده اي ملاحظة اي نوت مثلا سؤال استصعبتوا نوع منوعية من الاسئلة مثلا شفتو انه صعب في هذا التست اي ملاحظة بتكم اياها انا موجود ومتابع معاكم اوكي هلا هاي الشيط number one التست number one هذا اللي نزلتو انا حنتابع مع بعض التست number two ثري لا نشوف بس هلا كيف تفاعلكم مع الموضوع انا بانتظاركم اصدقائي ونظل دايما على التواصل وربي يكتب الخير للجميع اعطيكم العافية